مكانهم ليس هنا كان من المفترض أن يكونوا على مقاعد الدراسة ليصنعوا مستقبلاً أفضل في بلد على ما عاناه من الفساد الحكومي وهدر الطاقات البشرية وتبديد الثروات ثلث أطفال العراق خارج المدارس يعملون في ظروف قاسية وخطرة يحرمون من طفولتهم وتعليمهم ليحرم العراق من جيل كان من المفترض أنه سيرسم مستقبلاً أفضل المضحك المبكي ربما أن قوانين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تنص على معاقبة من يشغل الأطفال عبر فرض غرامة مالية وإيقاف نشاط صاحب العمل وتنص أيضاً على أن عملة الأطفال واستغلالهم يصل إلى تهمة الإتجار بالبشر وعقوبتها السجن قانون لا يطبق بل يخترق من مؤسسات تديرها الدولة نفسها كالمستشفيات التي باتت تستقبل أطفالاً تقل أعمارهم عن 15 عاماً للعمل في التنظيف وقسم الطوارئ بوساطة منظمة من جهات متنفذة والشواهد حاضرة في مستشفيات واسطة والموصل وإذا ما تجولت في أسواق العراق ومدنها الصناعية أو حتى قرب مكبات النفايات ستجد معظم الأطفال منغمسين في عمل يفوق قدرتهم الجسدية وهو انتهاك صارخ للطفولة وحقوقها ومؤشر على انهيار التعليم مادم هؤلاء لا يحصلون على حقهم فيه على الرغم من توقيع العراق على اتفاقية حقوق الطفل واهتمامه بهذه الحقوق إلا أنه بعد عام 2003 أصبحت البلاد ضمن أسوأ دول العالم برعاية الأطفال وحقوقهم جراء غياب الرقابة وتفشي المحسوبيات وتحكم الأحزاب الفسدة بإدارة دفة البلاد وتشير الأرقام إلى وجود مليون طفل يقبعون في براثن العمالة والاستغلال واستمرار إساءة معاملتهم وفقا لأحدث تقرير سنوي صادر عن منظمة هيومين رايتس ووش